واجه الحياة بابتسامة رضا أو بنظرة حزن مليانة رضا أو بصرخة يا رب فيها ألم ورضا واحدة من أكتر المشاكل اللي بتسبب لنس اكتئاب هو المفاهيم المغلوطة عن الدين ومن ضمن هذه المفاهيم المغلوطة أن الحزن والألم والتأثر الشديد بالصعاب والابتلاءات ده يأتي عكس الرضا أو عكس الصبر ويبقى الإنسان كده يعني يجزع وأنه هو يبقى إنسان وحش الحقيقة إن الإنسان الصابر من حقه إنه يحزن سيدنا يعقوب عليه السلام يعني وبيضة عيناه من الحزن فهو قظيم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقخ يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرد الله هتلاقي إن حال الأنبياء وحال الصحابة وحال أي حد يعني الله سبحانه وتعالى خلقه إنه طبيعي في الصعاب إنه يتقلم إنه طبيعي في الفقد إنه يحزن إنه طبيعي إنه يبكي إنه طبيعي إنه هو يجع عليه وقت ظاهر وينحاني من الألم ولكن هنا ده مش معنان هو مش راضي عدم الرضا هو إنه بقى مش موافق على اللي بيحصل مش موافق على قضاء الله ده فبقول إنه ليه يا رب أنا كده ليه مش فلان هو أنا ليه دايما عشتي كده هو أنا عطول الوقت هفضل الدنيا دايقة كده والناس كلها معاها وأنا ما عيش وأنا بس اللي بتحصل لي مشاكل ده دي سمها أفكار اعتراضية على قضاء الله هنا نقول إن ده فيه شيء من الجزع أو عدم الرضا لكن إن أنا أعيش بطبيعة بشرية بحتة أتألم وأشعر بالألم والحزن ده مش معنان أنك غير راضي فبالعكس اوعى تسمح لحد إنه لما تيجي تحزن شوية ولك يا عم بقى ما ارضى بقضاء الله يا فندم أنا راضي مين قال إنه بكائي ده عدم رضا مين قال إنه حزني ده عدم رضا فبالله عليك وجماعة ادوا لنفسكم فرصة تعيشوا بشريتكم لإن المزايدات الغير منطقية اللي ما لهاش أصل من الصحة خلت ناس كتيرة قوي هو يا إما بيشوفوا إنه أنا كده أنا عايز أبقى متدين يعني يلبس في حيطة إن التدين بتاعه ده خلا إنسان حزين فيروح ناطط من هنا لهن ناحية التانية يا إما حد يبص يقولك التدين ده مستحيل فأنا مش عايز يعني لا يا جماعة مش لعب معاك كل لعبة دي دي اللعبة دي أكبر من إمكانياتي فالمفاهيم المغلوطة عن الله سبحانه وتعالى وتوقعات المغلوطة عن الدنيا ممكن تسبب لناس حزن شديد لأن كبت المشاعر ده ممكن يؤثر على الصحة النفسية بتاعت الناس وممكن يسبب لناس كتير اكتئاب فمن فطلكوا لو سمحت بالراحة على نفسكم ادوا لنفسكم فرصة إنه يعني تنكسروا وادوا لنفسكم فرصة إنه تضعفوا وادوا لنفسكم فرصة إنه تقعوا لأن سبحانه الله يعني هو ده الوقت اللي احنا بنستند فيه على الله سبحانه وتعالى ونطلب الاستغاثة من الله سبحانه وتعالى فاستعينوا بالله سبحانه وتعالى وتقبلوا مشاعركم لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقها وده لا ينفي أي شيء عن الرضا بس كده دي كانت خاطرة صغيرة عن الرضا شوفكم دايما على خير وأتمنى تكون يعني كانت نافية على أي حد سلام عليكم